أهلا بكم بآخر محطاتنا في هذا الصباح مشتاح مشروع خشبي لتدوير المشاتيح وعملها بطريقة جميلة يمكن الاستفادة منها كيف جاءت الفكرة ونتحدث عن مزايا هذا التدوير الذي يعتبر استثمار للمشاتيح الموجودة ونتعرف أيضا على صاحب المشروع إبراهيم عبد القادر من داخل الأستوديو سيد صباحك أهلا وسهلا فيك معنا اليوم نتعرف عليك أكثر إبراهيم أنا إبراهيم عبد القادر من رمالله متزوج وعندي ولد زي زي بيت شباب فلسطين جميل جميل عندي طموح وعندي أشياء بدأ أسويها حلو نتحدث يعني عن مشتاح مشتاح إجا من يعني جاءت فكرته من بلكونة البيت نتحدث عن قصة المشاتيح معرك في البداية كانت يعني خليني حكي بداية صعبة يعني كانت الفكرة أنه أنا بدأ أشتري قاعدة للبلكون عندي فروحت سألت يعني أسأل بدي أشتري أنا بس كرسيين وطاولة كان كتير مكلف بالنسب إلي أنه أنا أشتري بس طاولة وكرسيين ألف خمسمية ألفين وأنا غير قادر أني ما خليني حكي مبدئيا أني أشتريها ففكرت فيه إشي أنه أنا أسويها إذا بما أني أنا بقدر أسوي هذا الإشي ليش ما أسويها بإيدي يعني ففكرت ليش ما أسويها من مشاتيح يعني حلو وبلشت جميل كانت بدايتي بمنشار وشوية مسامير وشكوش يعني أنه أشتريتهم وبلشت أسوي قسقص وخافط وكيمة وحط أسوي هالشغلات حلو وكيف طلعت المهم؟ فهي طلعت يعني مش بيرفكت بس يعني بالنسبة إلي كان إنجاز إنه أنا سويت إشي من ولا إشي جميل وكان بالنسبة إلي إنه هاي الأعادة أنا بقدر أستخدمها يعني صح طبعا أول عمل قمت فيه من المشاتيح نزلتوا عندك على صفحتك على الفيسبوك والناس أحبوه كتير يعني تحدث عن هاي الجزئية هلأ خلينا نحكي لما سويتها طبعا كل واحد بخفت خير في الشغل اللي سواها فصورت مباشرة بتاع زي زي هاي بكيتها العالم بتشتغيل وبتكيم بتحط على الفيسبوك فحطيت هذا الإشي أصحابي اللي حوالي حلو حلو والتعليقات كانت إيجابية بلشوا معي إنه أصحابي يسألوني بتقدر تسويها الشغلة بتقدر تسوي لنا كرسي مثلا تقدر تسوي لنا طاولة فكان ردي إيجابي يعني طبعا أكيد بقدر أسويها وصارت الناس يعني مثلا تحكي لي إنه سوي لنا مثلا طاولة أسوي كانوا يعطوني يعني في البداية كانوا يعطوني بس حق الكرسة أو خليليني حكي حق الدهان والبوية والشلات هاي اللي ممكن أستعملها أنا شوي شوي صاروا الناس عملها بتطلب والطلب بزيد فصاروا الناس يصروا علي إنه أنا لازم أأخذ لأنه هات تعبي المصاري اللي كنت أخذها كنت عشان أطور شغلي وطور أسرع بشغلي صرت أشتري فيها العدة اللي أنا بقتلزمني يعني عشان أنا أصير أسرع في هذا الشغل جميل صحيح حاليا نصور على الشاشة يعني قبل شوي كنا نشوفها من شغلك بهذا المشاتيح وفعلا شغل رائع يعني دمجت موهبتك ومن ثم الناس حبت هذا الإشي وإشي الناس تستفيد منه يعني نعرف ممكن نظرة الناس للمشاتيح يعني قبل الهواء كنا نتحدث ممكن نشوفه مجرد حطب بحطوه بصوبة الحطب ولكن كتير حل إنه عن جد نستثمر هذا الإشي بلشت من البلكون وضعت أول عمل إليك على الفيسبوك وناس حبتوا بأدوات بسيطة كنت تعمل كل هاي الأمور بعدها كيف طورت من ذاتك كيف سرتيجيك أفكار تعمل أشياء تانية وأشياء تانية خراحة كانت الموضوع التطور إنه صرت أشوف على النت يعني عجبتني الفكرة صرت أناكش زياد عن اللزوم فيها أخذ أفكار صرت تعرف شو المشاتيح اللي بتنفع يعني المشاتيح ما بتنفع شو هذا المشتاح بيضبط لإيش وفيه أنواع كتير من المشاتيح أو خليليني حكي بين قوسين اللي هي منصات الخشبية اللي بحكوها بالعامة فبلشت أشوف يعني شو في عدة ممكن تلزمني على أساس إنه أنا أطور من شغلي أطور الأفكار هادي وزوجتي برضو ساعدتني في هذا الموضوع صحيح سجع يعني هي ديزاينر أصلاً نعم صحيح كانت تعطيني تشوف لي تحكي لي هاي فكرة كتير حلوة هاي ممكن إحنا نسويها فكنت أشوف شو ممكن يلزمني كنت أجيب من عدي وكانت حتى في عيد ميلاد مثلاً الهدية تبعتي من زوجتي بدل ما تتحكي لي كنية أطور كنت تحكي لي مثلاً صاروخ أو منشار أو إشي هي تستغرب من الموضوع يعني ليش هيك يعني فكنت أستغل هاي الأشياء جميل يعني تحدث أكتر عن يعني زوجتك ودعمها إلي كي ديزاينر قديش هذا الإشي طور من شغلك خلاه يعني متقن أكتر الأفكار يعني تبادل الأفكار فلنحكي عصب ذهني ممكن تكونوا قاعدين وتفكروا إيش ممكن يعني تعملوا هي كانت تدعمني أول إشي خلي نحكي ببداياتي إنه مثلاً إحنا بدنا إشي هيك هاي هاي الفكرة بتزبط عندنا في البيت هاي بتزبط هاي لش ما نسوي هاي وكنت سوي ونحطه في البيت يعني موجود عندنا لحدها القطاع موجودة من المشاتيح حتى لسي أفكر أن أسوي غرفة غرفة ابني كلها من المشاتيح حلو انا متخيل أصلاً يعني البيت عينكم كتير لا ومش يعني كتير أشياء مشاتيح وخشبه في كتير هي وديكورات وأشياء وفي مشاتيح بس ما هو زكترة الشغلة إنها كلها مشاتيح بتصير للعين إنه خلص لخصوصيتها صح إبراهيم إنت أمين مستودعات للأدوية حالياً وكمان تشتغل في المشاتيح كيف بتوازن بين هذا الشغل وشغل المشاتيح اللي هو بتده جهد ووقت وطاقة كتير كبيرة لحتى تقدر تطلع الإشار هو فعلياً أنا بشتغل أكتر من شغلي يعني نفس الوقت يعني منها في مشروع اسمه الدكتور كلان أو الطبيب المهرج مع مؤسسة الأنوف الحمراء وبشتغل كمان في أمين مستودعات في مستودع داناميد طبعاً هذا الشغل خليني حكي الصباحي وبس أروح من شغلي ببداياتي إنه كنت أروح الضار أتغدى بعدين أنزل عباب بالبيت أقعد أشتغل في هذا الشغل يعني فعلياً جميل هاي الصورة اللي شايفينها فيها ضواو نرجع للصورة اللي قبل رائد نشوف صورة التريات مع الأضواء أوكي منعلق على هاي الصورة خلينا شوي نرجع للصور الرائد عساس نشوف ونعلق أكتر على صور الشغل المشاتيح إذن يعني هاي الصورة اللي شايفينها إنت كمان مش بس مشاتيح قمت كمان بإدخال الإضاءة للتريئ أو استخدمت كمان المطربعان مزبوط هلأ هاي الفكرة خلينا نحكي إنه بلشت فيها جديد إنه مش بس الإضاءة يعني أنا اشتغلت شغلات إضاءة بالأول بس هاي خلينا نحكي إنه بدايات إنه إعادة تدوير حتى مش بس المشاتيح يعني فيه إذا إنتي شايفي هون المطربانات المطربانات هاي اشتريتها بمبلغ كتير بسيط كانت خلينا نحكي بين قسين الرابش أو البالي اللي بيحكوها عنا في البلد فاشتريتهم بتراب المصاري زي ما بيحكوها وسويت منهم إشي يعني ودمجت المشاتيح في الموضوع فالفكرة لأنه قدام إنه عن راح أصير أضيف إعادة تدوير كل شيء مع المشاتيح ومنها حتى التراث الفلسطيني راح أدخله في المشاتيح حالي جميل يعني أنت كمان زي ما تحدثنا يعني تحت الهوى ومع سجا في كتير أشياء بتكون قديمة أصلاً وكتير ناس أصلاً بتحب هاي الأشياء بس إنت بتكون بعادة إحياءها من جديد مزبوط هلا في يعني يعني أنا من الشغلات اللي فيه كورسي هزاز الكورسي هذا كتير عجبني بس كان مكسر كتير يعني وفيه كتير قطعة ناقصة فيه اشتريته وزبطته وعودت بنيته من أول وجديد وهلا صار زي كنه جديد حلو جميل وهي تتخذ هذا أنا كتير حب بيته تتخذ الأطفال هو هلال نعم صحيح كيف جاءتك هاي الفكرة والدهش أخذت منك وقت هلا الفكرة هي موجودة عن نت يعني عشان كون صراحين يعني الفكرة موجودة عن نت أنا بشغل حسب شو بطلب لزبون يعني فيه زبون شافها عن نت وبعت لي صار حكيلي أنا بدي هاي التخت هذا وبدي الصندوق أحط فيه أواعي للولاد وهي لإبني يعني حلو قديش عدت منك وقت هاي أخذت مني تقريبا بتحكي على أسبوع ونص تقريبا شغل يعني مكثف حلو يعني أنا بشغل تقريبا من الساعة خمسة إلى الساعة 12 وحدة في الليل يعني أنا بشغل في هذا طبعا أنا كنت أشغل باب البيت هذا كلية الشغل كان باب البيت وكانت مرات تتيج علي أيام كانت تدينا تشتي وانعمالي بشغل صح بالضبط يعني أنت كان عندك شزء كتير بسيط من البيت تقوم بهاي الأمور بعدها توسع شغلك أكتر وإيش عملت بعدها؟ أزاد الشغل وزاد الطلب علي فبطلت كادر أن أنا كمان أكمل في هذا المشروع الحالي فبدي حدا من يساعدني مش مصاري ما كانت فكرة فكرة مصاري إنه بدعمك مصاري طبعا فين عرض علي كتير من هذا الموضوع فأنا رفضت أنا بدي واحد اللي يشتغل معي بإيدي يعني شريك شغل نتحدث يعني عن هذا الشريك يعني عمر كيف التقيت فيه وكيف كانت يعني بالضبط؟ البداية على صفحة الفيسبوك تبعتي بيجيني مسيجات وهيك شي فبالصدفة إنه في واحد بيسأل عن المشاتي وهيك شي فأحكيلي ممكن نحكي شوي مدردش فدردش نوع إشي بحكيلي أنا بحب هاي الشغلات ونفس أشغل فيها أحكيت له ممتاز وأنا عمالي بيدور على واحد بحب هاي الشغلات وبآمن فيها لأنه الشغلة لازم يكون واحد مآمن فيها عشان تنجح بالضبط عشان هيك فالتقينا وحكينا وهلا الحمد لله سوينا الشراكة وفتحنا مشغل خلينا نحكي مش محل مشغل وإن شاء الله قريبا رح نفتح معرض وهيك شي حسب يعني شو إحنا عمالنا منفكر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد طبعا شو أكتر أشياء أو أشكال الناس حبتها من شغلك أو حتى كمان يعني أكتر إيش أنت كمان بتحبه؟ أهلا بشكل عام كل الكطع اللي أنا أشتغلها لازم أكون أحبها لأنه إذا أنا ما حبيتها مش رح تطلع حلوة يعني أنا هيك بنظرتي يعني صح بغض النظر عن الألوان بغض النظر عن الألوان بس يعني في مرات الناس تطلب ألوان أنا مش ما بحبها بس بالنهاية هذا الزبون هو بحب الكطعة كيف هو بده فإحنا بنسويها زي ما هو بده بس الكطعة لازم أنا أكون أحبها وأنا بشتغل فيها أني أحبها لأنه أنا بشتغل هاي الطاولة بدي أسويها عشان تطع بيابها صورتها بالضطط 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 عشان تكون ممتازة طب أكتر إشي الناس حبت مثلا عن صفحتكم على الفيسبوب فعليا هي أكتر أكتر إشي كانت تعليقات على الاتخد كانت كتير الهلال في حد طلبه فيه كانت كتير تعليقات وفيه كمان خلينا نحكي الإضاءة هلأ بلشت يعني تأخذ يعني هي جديدة نزلناها بس عمالها الناس عمالها تتصل عليه بدهم يأخذوا كميات بدهم أفكار تانية حيلا فالأفكار هاي موجودة يعني إن شاء الله رح سويا جميل إبراهيم إيش طموحك المستقبل بخصوص مشاتيح؟ آه سؤال صعب آه لأنه أنا فراسي كتير شغلات يعني منها عاد زي ما حكيت لك عاد تدوير كل إشي وأضيف هاي الشغلات عليها مش بس كمان خرشب المشاتيح عما أفكر كمان إضافة خشب الطبيعي الشجر الموجود أضيف أدخل فيه شغلات تانية منها المشاتيح منها كتير أفكار ممكن نسويها من الخشب الطبيعي ونعيد تدويره المرمي هون 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 من الناس تشوفوا حطب هو ممكن تكون قطعة فنية لا تقدر بكم بالضبط يعني عدش برأيك مهم إنه يعني نستثمر هاي الأشياء وبنفس الوقت هي أصلا بتكون مفيدة للبيئة ومفيدة لإستخدامنا اليومي طبعا طبعا هلأ فيه كمان شغلات إنه خلينا نحكي مش بس عاد تدوير هاي الشغلات في عنا صرت أدخل كمان الناس عمالها بتعيد تدوير إطارات أو خلينا نحكي الكوشو بيطحنوه وبعدوا سووه مثلا نزل البلاط أو للحضائق أو هاي الشي صرت أخده وأسويه أحطه للطاولات عندي كجزء برضو من برضو هي كلية عادة تدوير أنا بأخذ منه بس برضو مع تدويره بحطه على إشي مع تدويره فكلية بصفي مع تدويره فعلا شي جميل يعني أنت عندك كتير نشاطات زي ما تحدثت أمين مستودة أصلا تشتغيل وأيضا في جمعية الأنوف الحمراء وعندك هوايات كتير مثل تصميم مواقع إلكترونية كيف جمعت بين كل هاي الأشياء إبراهيم؟ هي الشغلة كانت كلية كل فترة كان إلها يعني إلها إشي بمخي إنه أحاول أطورها فأشتغلت فترة إنه أصمم مواقع إلكترونية ودخلت شراكي أنا وإبن خالتي هو دارس كمبيوتر أنت كمان إلكترونيات؟ أنا دارس إلكترونيات ودارس كهرباء ودارس كمبيوتر حيلا يعني أنا جمعت بين هدول الشغلات هاي الشغلة بالأساس بحبها بعدين قصة المشاتيح هيأخذتها حكيت لك البداية كيف كانت وبالأصل أنا عندي فكرة من هذا الموضوع لأنه أنا كنت أشغل كمان في مسرح فكانت الإش الإضاءة والصوت والديكور هاي كانت كل إعتح علي كمان فكانت الفكرة موجودة عندي وممكن أسويها حلو جميل يعني أكتر خلينا نحكي بتستمتع كتير في الشغلك طبعا طبعا الشغلة يعني أنا مرات بضيع كتير وقت بطلع الساعة بتكون مثلا الساعة 12 واحدة في الليل بحكي وين أنا طب وإبنك مين بكون بصراحة 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 لا بصراحة ابني لسه تصغير بس بصراحة أنه مرات بحس حالي مكسر كتير مع عائلتي يعني مع زوجتي ومع ابني بس الحلو في الموضوع يعني وسجع ملت اسمعنا كمان يعني فيه دعم بيناتكم طبعا طبعا اللولة الدعم هذا يعني ما كمانت بجوز عشان تعرفوا إنها المرأة يعني ورعك الرجل العظيم امرأة بالضبع طبعا إبراهيم يعني إحنا كتير سعيدين بوجودك معنا فعلا موضوع المشاتيح كتير حلو وشوفنا أشياء كتير حلوة وأكيد إذا بحل الناس تحب تزور صفحتك مشتاحة على الفيسبوك تشوف كتير في عنجد أشكال حلوة ممكن الاستفادة منها إيش بتوجه رسالة للناس أو للشباب اللي في عمرك أو أي حدا عنده هواي كيف ينميها ويعمل منها مشروع الخاص هلا بالبداية أول إشي الواحد مش لازم وقف عند طموحه يعني عنده شغلة يبلش فيها طول ما هو بحكي الصعب مش شح سوى لا إشي مجرد ما أحكى أنا بدأ أبلش وأحكى هيني اشتغلت يعني مجال من مسك مثلا الشغلة وبلش فيها هاي البداية راح تكون الدافع تابعه إنه يبلش في الشغل وطموحه راح يكبر فهذا الشغل جميل جميل يعني إحنا إبراهيم إن شاء الله هاي رسالة توصل للجميع ومنتمنى لك التوقيف التوقيف التوفيق مش اتوقف لا ما تطفحش أبدا استمر بطموحك وأحلامك عندك عدة مواهب إن شاء الله كلها تنميها ومشروع مشتح يعني يتطور أكتر وأكتر موفق دائما شكرا لك إبراهيم ومنشكر أكيد مشاهدتكم لإلنا متابعينا لهم بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها طاقم العمل بشكركم على حسن المتابعة ومنشكر ضيوفنا أكيد اللي رافقونا نتمنى لكم بداية أسبوع جميلة اللقاء يتجدد غدا في تمام الساعة التاسعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر